السلام عليكم اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات النقاش معكم حاتم المرابط من مجلة القرش حلقات اليوم جمعت فيها بعض الاحداث الاخيرة اللي در لي انها مهمة النقش واليوم ما تبخلوش علينا اخوتي بالتعليق ديلكم التحت ودعمكم للقناة باش نستمروا بجود اكبر واللايك بطبيعة الحال كيف ما كنشوفه من بعد توقف الادتراري بسبب المرض لايشة في الجامع دي القناة دينا ارى القناة غذو كتنقص كانت من الناس اللي غتعجبون حلقات اليوم انه من سوش يتفاعلوا معها وشي جعون اكتر اول موضوع هو عبارة عن قنبلة الى كناد الخبار خبر صحيح نشير في بعض المواقع اللي ماشي كبيرة ماشي مشهورة ولكن نشير في هذه المواقعات انه السيد عمر هلال غيكون من الممثل الوفد المغربي للجامعة العربية التي ستقام في الجزائر بعد القضية هذه للدارت ستكون ضربة تاريخية ان الجزائر تنظم جامعة عربية في الخارطة المغربية كاملة وفي نفس الوقت نزيدهم يستقبلوا حتى عمر هلال اللي كانوا يهاجمون باعتباره دعم حق القبائل في تقرير المصير وخبط طريقة غير مباشرة شخصيا كنشوف هذا الامر هذا مستبعد ولكن كنتمنى يكون صحيح لانه كنظن ان المغرب الى اصلا تنظمات الجامعة العربية في الجزائر لانه كل احداث الاخيرة تشير الى ان الجامعة العربية ستلغيها الدورة هذه و سيجعل الحجة والسبب كما العادة بالمتحور الجديد دير كورونا قلنا الى نجحات الجزائر في استضافة الجامعة العربية فالمغرب كنظن سيرسل تمتيلية صغيرة من الموظفين ديبلوماسيا فقط عمر هيلال عنده مشاكل في العاصمة الامريكية وممثالي شلاج لكن مع ذلك نفتح القوس ونقول انه لحد الساعة كل شيء ممكن خاصة ان الجزائر ستحاول تهاجم المغرب مستغلة تنظيم الاجتماعات العربية للارض وصراحة مكنش محسن من السيد عمر هيلال اللي كان وجهله التحية من عدم البراعدة اللي ممكن اعصر عليهم الحامض على عينيهم بالاجوبة ديالو القاتلة والمباشرة انا متخوف صراحة من حاجة واحدة وهو الغاء هذه الدورة في الجزائر انا بغيت اتقام باش الخريطة المغربية تزيل الاجواء داخل الجزائر ويريد ثم يريد سيد عمر هيلال يكون من الوفد المغربي الحاضر المهم اماكين غير كل عصاء ودراق الدور المغرب سابقا اعلن عن اقتناء النظام دفاعي الصيني الحديد سكاي دراجون 50 يعني تنين تساهمة 50 هانتم كنا غير ضحكين مع التنين المغربي المخزاني اللي حرق غابات القبائل هاو التنين الصيني سكاي دراجون 50 واللي عندنا في المغرب الله مزيد وبارك هو نظام دفاعي مضاد لهجمات الجوية والاهداف المتحركة يعني قوة الجيش المغربي الملكي نزيد عليها التنوية في الاسلحة تقريبا عنده كل اسلحة المتطورة اللي كشيرها من كل الدول كيف مكان توجه دياله وهذه خاصية رائعة خاصة بالمغرب انه يحافظ على المصالح دياله مع الحلفاء كاملين وميمنعش نفسهم الاستفادة من الدول الاخرى عكس الجزائر اللي منحصره 95% في التسليح دياله على روسيا والنسبة قليلة بزاف من بعض الدول الاخرى في نفس السياق المغرب تعاقد مع شركة فرنسية وقتنى نظام دفاعي اسمه في الميكا هذا النظام هذا متطور جدا وموجهة ضد تهديدات الجوية والصاروخية هذا النظام الدفاعي الفرنسي هو عبارة عن صواريخ للاعتراض والدفاع عن النفس عندها متوسط المدى مرة اخرى هذه رسالة الى اصحاب خاوة خاوة من المغاربة انه بسبب الجزائر كيف ممكن تشوفوا على عينكم المغرب تخسر اموال كثير على التسلح وتيمون دو بداية النزاع هذه الاموال لولا هذا النظام الجزائري التعيز لكانت تتوجه للتنمية والامور اخرى وتداخل البلدين لكن مع الاسف بتولينا بجرسه احمق ممكن يدير اي خطوة غير محسوبة في اي لحظة فممكن المغربي يشوف لان عصابة الجزائر تسير دولة تشتري الاسلحة باكثر من 10 مليار دولار سنويا ويبقى هويتس النوم حتى هجم عليه الحمد لله رغم كل هذا الصعب القطار المغربي غادي القدام وهذه السياسة التسلح والتنوع من الاسلحة هي سياسة ضرورية وهذه للحفاظ على المكتسبة والتطور اللي يعرفه المغرب وليجلب الاستثمار والحفاظ على الاستقرار ومهم المشاريع اللي كانت دخل المغرب المهم بغيت غير نشرح هذه النقطة الناس اللي يقول لك خطينا ببوليتي رع الجزائر كانت سبب من الاسباب الرئيسية لتأخر التنمية والتقدم في المغرب خاصة في سنوات حرب الصحراء هي سبب مباشر في بزاف المشاكل الداخلية في المغرب يعني البوليتيك عند علاقة بما تعيش أنت كمغربي داخل المغرب هم ربحوا الطوابر والفقر والذل والإهانة وحنا الحمد لله غاد نحوص التنمية والتقدم والازدهار من بعد معلنات المملكة المغربية على أن المنظمة الإسلامية سهمت في تموي البداية المشروع ذي الربط الغاز بين نيجيريا والمغرب هذه المملكة المغربية تحرج من جديد الجزائر فقد تبين على أن الجزائر حتى يكتسام بطريقة غير مباشرة في دعم مشروع ربط أنبوب الغاز بين نيجيريا والمغرب صدق أو لا تصدق وتحديد الجزائر ستموه المرحلة الثانية من مشروع الأنبوب الأول حيث أن مرضمة الأوبك أو بالأحرى صندق الأوبك دعم هذا المشروع في المرحلة الأولى نحن نعلم أن الجزائر كانت من المؤسسين للصندق الأوبك وكتسام فيه بملايين دولارات وكذلك يقولون أنه ليس بنا من السماء أو من ريوصنا رسمي ومعلن عليه ومشاركة هذا الأوبك من طرف الصندق الذي فيه أموال الجزائرية سيكون لتمويل أعمال المسح على مستوى موريطانيا سينيغال والمغرب يعني مرة أخرى الزوالة يدبز على بيد الزيت والعدس واللوبيا والحمص والخبز وبلاده يتمويل في مشاريع تهم المملكة المغربية والصالح المملكة المغربية وكذلك كانت غابة أكثر من هذا الغابة ونحن من هذا المربع نقول لكم يا جراروة إذا كنت في بلادكم النفس نساحبه من منظمة أوبك ومن الجامعة العربية وما تخشيوش عود ثانية لتقوم في الرملة هناك أكثر من التبادير ما كانت لا كانت منظمة أو دولة إلا تبادلكم تباديلة فعلة ساركة أما كان غير كل أساء ودراق الدور وهذا خيب أحتل المعاودة الجزائر تساهم في تمويل مشروع الغاز بين نيجيريا والمغرب من بعد ما كانت تغذيرها بالمشروع مع نيجيريا يصدق المغرب بسحاب البيسات متحت جليا وكتمويله من الفوق وهذه تقع لي بسانك سانك بعض المصادر أكدت رجوع سافرات المغرب في ألمانيا ظهور العلاوي ورجعت لبرلين لكي تتنف مهامها من ما يدلل لأن المغرب وألمانيا تجاوزوا تماما الأزمة لبيناتهم وهو شيء بالترى المهم فد النقطة بالذاتة هو أن المغرب على مراحل بالعالم كامل لأنه دولة تتبع المصالح المشتركة بين كل أطراف وكنظن أن هذه إعادة العلاقات بين المغرب وألمانيا ستكون بمثابة ورقة الضغط على إسبانيا وأي دولة أخرى تحاول نوعا مع المغرب لأن المجتمع المدني الإسباني مثلا تتكلم عن كيف أن الحكومة الألمانية الجديدة في وقت واجهة جدا عرفت كيف تخاطب المغرب والتعامل معها وعطعت كل الضمانات فيما يخص وحدته الترابية لكي يرجعوا العلاقات كيف مكان في حين أن الحكومة الإسبانية بعد تغيير وزير خارجيتها بعد مرور وقت طويل ما زالت في نقطة صفر والتشليدر المغرب مع ألمانيا يعتبر خارط الطريق مع إسبانيا المطالب المغربية هي مطالب مشروعة وحقانية وعند احتراب إسبانيا لكل هذه المطالب بدون ستناء ستتعامل معها كيف تتعامل مع ألمانيا لأننا بكل بطاطا نحن دولة مؤسسات في الموضوع الآخر من حلقة اليوم سنقرن في جوج المقالات من أكبر المنابر الإعلامية الأوروبية الأول من صحيفة لوموند الفرنسية المعروفة بمواجمتها للمغرب خاصة في الأزمة التي كانت بين المغرب وإسبانيا وفي أحدث سابقها بينات فيها عدم المهنية ديالها وعدم الاحترافية ديالها هذه الصحيفة تكلمت على احتمالية نشوب حرب بين الجزائر والمغرب في سنة 2022 فضل لك هذه التطورات التي كانت بيناتهم والصحيفة الثانية هي دوتش فيلا الألمانية التي اكتبت العكس اكتبت بعد التصعيد في العلاقات بين المغرب والجزائر في سنة 2021 هل ستكون هناك انفراجة في 2022؟ في القراءة لهذه المنبراين تبلينا على أنه كانت جهة فرنسية تسعى لإفتياع الأزمة وربما حرب محدودة بين المغرب والجزائر لكي تستغل لك كما العادة كيفما كانت تستغل نزاع الصحراء المفتعل لمصالحها الشخصية أرادك شيء لك الأوروبيين نزعجوا بزاف من الولايات المتحدة الأمريكية فشعة طرفات بمغربية الصحراء لأنها ستدت علم الروبيني للابتزاز وفهموا على أنهم وعرفوا على أنهم بعد الاعتراف الأمريكي تكتب آخر حرف من أمالية الاستغلال وبتزاز المغرب فضل الموضوع من الجهة الألمانية في ظل أن ويلا رجعوا العلاقات مع المغرب فهموا مشوف مصار تهديئة ويتكلموا عن الإنفراج في العلاقات عكس المنبر الفرنسي اللي مازال يقلب على شيء عافيين في خاليا لما عندما انتبهت الواحد النقطة محورية فضل المسألة هنا في قناتنا كنا نشير البحث الجزائر على حرب محدودة ولكن هذا شيء لم يكن من فرق هذا شيء من تجربة السابقة للجزائر وقراءة الأحداث لتعلق حرب الرمع وفي تحركات الداخلية للحركة في سنة 2021 و2020 يعني كلما تهديد الحركة على العصابة العسكرية هذه الأخيرة كانت دائما تتساعد مع المغرب لتنفس على رأسها داخلية إذن كلام جريدة لم يكن صحيح لو أننا رأينا حراك جزائري قوي الحراك غائب وتقريبا مات لا يمكن أن يرجع من بعد لا يمكن أن تنبقوا بها ولكن حاليا أغلبية الجزائريين بدأت غير مع التوابر القوت اليومي وخايفين من الاعتقالات والتعذيب من عند النظام العسكري رأيك شيئا لك لاحظت كاملين أن الجزائر نقصات من حدة التصعيد والتهديدات التي كانت غيرك تشير بها في وقت معين ضد المغرب اليوم الجزائر منتشية بغياب الحركة وبفوز منتخبها بكأس العرب عندما سيعود الحركة للموند الفرنسية سترى أن الآلة الجزائرية سترجع لتهديد الحرب والاتهام المغرب ببرامج دحدوحية بحل سقوط خيوط الوام أو الانتقام لمقتل السائقين الجزائريين فرنسا يدع كل شيئا فرنسا بإمكانها بالأرشيف أن نتبت أن الصحراء الشرقية مغربية بطريقة مباشرة لا ندركها على البوليزاريو أو الصحراء الغربية الجنوبية المغربية الحمد لله أن ألمانيا رجعت للطرق فرنسا ستعطينا إشارات ولكن كتنوع رماجيهات أخرى في الجزائر لكي تحافظها للمصالح أما الأبواق الجزائرية فهي غير قادرة مع تكنولوجيا اليوم أن تمرر إتهامات ملافقة للمغرب أو تستدرجوا الحرب محدودة فهي تبقى على المساوى الداخلي فقط يعني تروج هذا شيء داخليا فقط ولكن خارجيا لا تفشل داريا والجنرالات الجزائر أصلا ممثاليين أو كبرانات الجزائر أصلا ممثاليين دابع رخصهم يكملوا بيزنس لهم بحيث أن كل جنرال أو كل كبران هو الذي تكلف مادة حيوية يصورها من الخارج إلى جزائر هذا الشيء الذي يكترون عليهم بالطوابير لكي تسلع هذه الكبرانات تدخل بفواتر مضخمة واتبع الجزائريين بسهولة وكأنها حل لمعجزة الطوابير أصبحت الجزائر في ظل هذه الصراع مع المغرب بشكل عرض فوكاهي تضحك على العالم وأصبحت الجزائر في ظل كبراناتها عبارة عن مناطق الدل بطوابيرها المهينة لشاب جزائري شكرا على المتابعة ديالكم إذا أعجبتكم حلقة اليوم دعوا خوتي لايك وعطينا رأيكم في التعليق التحت وما تنسوا تشتركوا معنا وتفعلوا جرس النبيعات لتوصلكم للحلقة المقبلة شكرا على الدعم ديالكم وشكرا على المتابعة كان معكم حاتم المرابط السلام عليكم